قطيعة تخطت عقدا من الزمن بين سوريا وتركيا حملت في ثانياها معظم العوامل التي تسهم في زيادة التصعيد بين الجانبين لكن الأمور تسير في اتجاه معاكس منذ عام 2022 مع عقد اجتماعات بين مسؤولين من كل البلدين بوسطة روسية الاجتماعات السورية والتركية وإن بدت مؤشرا على استعادة بعض من الزخم في العلاقات بين الجانبين إلا أنها وفقا لمحللين لن تكون كافية لاستعادة متانة علاقات دمشق مع أنقرة قبل عام 2011 بشكل سريع حتى مع الهدوء النسبي والحديث عن إمكانية عقد اجتماع الرئيسين بشار الأسد ورجب طيب أردغان طرح اللقاء قد يكون أهم باعتبار اللقاء هو عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف طيب ما هو الهدف؟ لم نسمع ما هو الهدف الملفات العالقة بين الجانبين تؤكد أن استعادة العلاقات لن تحدث إلا بشكل تدريجي وطويل الأمد بالنظر إلى المضمون المرتقب تناوله وفي مقدمته أزمة لاجئين سوريين الذين تصدف تركيا منهم نحو ثلاثة ملايين ومائتي ألف لاجئ يشكل مصيرهم قضية حساسة في السياسة الداخلية التركية القضايا الشائكة تزداد تعقيدا مع استهداف تركيا منذ عام 2016 القضاء على الهجمات والتهديدات من المسلحين الأكراد ممثلين في حزب العمال الكردستاني ضد أراضيها ولمنع إنشاء أي ممر يسمح للأكراد بتعزيز عملياتهم في تركيا على الجانب الآخر تشترط دمشق منذ العام 2022 سحب تركيا لقوتها من الشريط الحدودي الواسع الذي تسيطر عليه في شمال البلاد كمقدمة للقاء الأسد وإردوغان ومع استخدام سوريا ورقة الأكراد والتعويل على الدعم الأمريكي لهم في مواجهة تركيا فإن استعادة الزخم العلاقات الثنائية لن يكتمل دون تقييم أوضاع الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق البلاد وبحث إمكانية تفعيل اتفاقية أدنى الموقعة بين سوريا وتركيا والتي تخول للأخيرة شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود إذا ما تعرض أمنها القومي للخطر